بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبدأ مع بعض الجزء الثامن من الفصل السابع لمكرر نظم التشغيل في الجزء هذا يا جماعة نتكلم عن وضع اسمه RAID RAID اختصال الى Redundant Array of Independent Discs وجاءت الفكرة من هنا يا جماعة بقولك احنا لو احنا عايزين ديسك كبير يبقى غارج ديسك يبقى هنتكلف تكلفة عالية توفيها ايه لما نعمل طريقة تقلل لنا شوية من التكلفة وهي عبارة عن ايه عبارة عن ممكن يكون عندك ديسك او اثنين او ثلاثة او اربعة الدسكات دي كلها بنشوفها على انها ديسك واحد بس يعني ممكن يكون عندك اكثر من الدسك لكن يتم التعامل معها على انها ديسك واحد فقط الطريقة دي يا جماعة بنسموها ايه الريد وظهرت سنة كام 88 قالك الطريقة ديت هتبقى ايه اقل تكلفة لما اجيب ايه اربعة او خمسة او ستة ديسكات جنب بعض اعتبرهم كانوا ديسك واحد ارخص بكتير ليه ان اجيب لارج ديسك كبير يحتوي على مساحة كبيرة منين من الداتا اللي ممكن يخزنها عليه طيب مجدا فيه طرق ا scr、 mirroring ال الفرق ما بين الطرقة ايه mirroring الطرقة الاولانية mirroring معاناها ان بيبقى logical disk مكون من 2 physical的 ديسك بس يعني يبقى logical كده مكون من 2 physical disk بس الى اسمها ايه il mirroring طيب плюс البنز لا ممكن يكون multiple disk بيكون لوجكال بطاقة اتفقنا على الشكلة継 Anne ده ممكن يكون اربعة خمسة ستة وهكذا جميل هل في انواع من الريد اه بيقولك بنقسم ريد مستويات من اول ليفل زيرو حتى ليفل كام ها ليفل سيكس طيب شوف ليفل زيرو مع بعض المستوى الاول زي ما انت شايف كده بيقولك ليفل زيرو هاي برفورمانس سيستم مش كده اه يعني ايه يعني ده ها بيقول ان احنا بنبقى ايه للهاي برفورمانس سيستم اللي لو فقدنا فيها داتا مفيش مشكلة بس يعني لا يهتم فقط الدياتا مش كريتكال او الدياتا بتنزول لها تفقد ده الليفل مين ها زيرو زي ما انت شايف كده ده مسال لاربع ديسكات بيكوني للك الديسك واحد بس وبنسمي ليفل زيرو لانه بيشتغل على الهاي برفورمانس والايه ولو حصل اي فقط للدياتا جميل طب والليفل وان اه بيقولك ديسك ميرورينج يعني في الحالة دي بنعمل ايه بنعمل نقل البيانات من جروب لجروب تاني ليه عشان نحتفظ بالبيانات دي عشان لو فقدت ها نقدر ايه نستدعاه مرة تاني يعني بيبقى عندك اربع شغالين مع بعض واربع تانيين يعتبروا ميرورينج لهم ميرورينج يعني ايه ميرايا لهم الداتا اللي موجود هنا ايه نفسها الداتا اللي موجود هنا طبعا لو اي داتا من هنا فقدت ممكن نسترجحها من اين ها من الداتا التانية او المكونات التانية اللي هي ايه موجودة عند الميرايا الميرورينج بتاعها جميل طيب فيه تو ليفلز بقى بيقولك بيعتمدوا على موضوع اسمه البت ليفل باند يعني بيعتمدوا على ان فيه بت البت دي اسمه برايتبت موجود على مين ها على ديسك اكسرا ديسك البت دي بتعمل ايه بتعمل ريكوفر يعني ايه بتعمل اا يعني استشفاء من اي فلر ممكن يحصل لكن سينجل فلر بس يعني ايه الع 콩ع القبض حسب العصير فيmekHT 10 ما هذا الفترة & براية بعد الأ protagonية سمتاغفة و身ٹ فارب الناس أعقلها البيانات لكن يمكن ان تنتهي بخريفة فيها البيانات تنظر مع المفترة لان هذا في马جر müذكف 2 و 3 لانه يتتحدث مع المفترة بخريفات مؤتمر privilege بلوك ليفل باند يعني ايه بلوك ليفل باند يا جماعة يعني ايه يعني ده شيء كويس جدا انك انت تقرأ وتكتب على ايه الملفات الكبيرة اللي هي محتاجة اكتر من بروسسنج معايا يعني ايه مالتبل بلوكس ممكن يحصلها بروسسنج في وقت واحد بيسمو ده ايه جماعة بلوك ليفل باند يعني بيحصل بروسسنج رايك تابع على اكتر منين من ايه بلوك في وقت واحد بلوك فين بلوك مين يا جماعة بلوك للداتا اه جميل طيب ليفل فايف بقى يا جماعة ليفل فايف بيقولك ايه بقولك في الحالة ليفل فايف بيبقى فيه سبريدز لللود بيستورنج ديفرنت برايتي بلوكس ون ديفرنت ديسك يعني اللودز بيبقى جبهر قوين وشكدا ممكن شافيني انا عايزة شوف بس المساحة بتاعت الديسك الواحي شوفت ايبارة ازاي اقبل نمسح لفو دي شكدا ليه لان في الحالة دي احنا ايه البلوكس البلوكس اللي احنا كنا بنقول ان فيه برايتي بيت وان فيه برايتي بلوك بدأنا نوزحها كمان على الدسكات زي ما انت شايف اه واصبح البيدة كمان ان ايه امبيدد جوه مين جوه الدسك بحيس ان اصبح البرايتي بلوكس موزع هاي شايف توزيع متوزع على ايه الدسكات كلها جميل طيب في الليفل بقى يا سيكس يا جماعة انا مش كده اه هي بقى ايه بيقولك ريكوفر بنقدر نعمل ايه بقى ريكوفر فروم مالتبول فيلرز يعني لو حصل اي اخطاء او اي فشل للداتا واي ايه اخطاء حصلت للداتا مالتبول يعني متعدد من الممكن استرجاعها مرة تانية عايزك تبص على الشكل ده بي 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 اذا البرايتي بلت كمان اتوزع لجوه الدسك الواحد معي كل ده ممكن يعمل ايه ريكوفر فروم مالتبول فيلرز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة